موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أنا الحقيقة النهاردة حلقة خاصة حلقة خاصة لأن احنا بنتكلم عن حالة مرضية مكتاحة حرفياً عدد لا نهائي من البيوت يمكن مش بس في مصر ولكن في العديد كمان من الدول العربية وغير العربية حالة مرضية غريبة جداً جداً دور برد ولا كورونا متحورة ولا أنفلونزة متحورة ولا إيه بالزبط يا ترى هي إيه وإحنا بنتعامل معها صحة ولا غلط والمفروض نعمل إيه ونخاف ولا ما نخافش ونتعامل معها إزاي كل هذه التساؤلات استدعت أن يكون ضيفنا النهاردة ضيف متخصص في هذا الأمر ضيفنا النهاردة الأستاذ الدكتور ماجد بهجت أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني دكتور ماجد أهلاً وسهلاً بحضرتك شرفتنا ونورتنا في يحكى أنا أهلاً بحضرتك أنا متشاكل جداً على ده يعني أقل ما يمكن قوله يعني دكتور محمد طبعنا وحضرتك قيمة وقامة يعني إحنا الحمد لله عشر يعني ما شاء الله على حضرتك الله يخليك دكتور ماجد دكتور ماجد الدور المرضي المنتشر حالياً ده كورونا متحورة ولا أنف الونزة متحورة ولا نزلت برد نتيجة تغيرات الجو ولا إيه بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم وفق كل دي علم العليم قل ما علم من أنا إلا ما علمتنا حضرتك أنا يعني قلت كلام جميل اللي هو الانتشار وعاوز أزيد عليه التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي تمثل خمسة وعشرين في المئة من جميع الأمراض يعني حالياً بتتكلم في حاجة مطروقة درجة أنها تمثل جميع الأمراض اللي بتيصيب البنادمين خمسة وعشرين في المئة منها وهو موضوع مطروق لأنه يعني إحنا كأنفق زرحانجرة بنتكلم فيه الأمراض الصدرية بيتكلمه فيه طب الأطفال يعني كذا بنانش ممكن يتكلم فيه فموضوع مطروق إحنا الحقيقة اللي وين دول فعلاً زي معالك تفضلت فيه شوية انتشار لهذا المرض إحنا مش هقولوله باباق ومش هقولوله عليه كورونا أو غيره النس بتسألني يعني مثلاً بيجي أول كلمة يقول لي أنا عندي برد يعني إيه كلمة برد فنبتل نسأله بقى يعني التنفس فيه صعوبة ببلعة فيه كحة فيه فيه يعني إحنا بس عشان نحددها ويسألني السؤال ده سبحانيك قلت أنا بس إحنا هطلع كده ورقع تاني هو دي كورونا أنا بطمرك لأ سيوك من حكاية إنها كورونا ولأ ويعاوز يعمل التاست هي نفس العلاق هي نفس العلاق ونفس الوقاية ونفس الطريقة سي إن أنت رحت أخذت الدواء اللي أنا هكتبولك وكانت كورونا أو مش كورونا أنا مش زي زمان مش زي من أيام الإتش وان إن وان وكده لا لا دلوقتي اعتبره برد بدرجات بقى على حسب بقى الكلام اللي حنقوله يعني مقاومة الجسم على حسب المشكلة عندنا بقى كده كمان إن إحنا بنعمل إيه بنعمل جايدلاينز يعني إيه بنعمل جايدلاينز لكل منطقة ولكل بلد ولكل بيئة بتختلف فيها حدة المرض يعني فيه ناس أماكن بيبقى فيها بتنزل على بيشتكوا أكتر من صدرو فيه ناس بيشتكوا من الأنف والجيوب الأنفية أكتر وهكذا إحنا برضو بنبقى المرحلة السنية والعمر موجود جدا وكمية بقى التلوث وإلى آخره والعادات وكل ده بيتدخل يعني إحنا بنحط للأسف الشديد إنها في أي بلد في الدنيا يعني فيه ضوابط ولكن فيه ضوابط ولكن لا تحترم الضوابط وإحنا بنعمل إيه بقى ضوابط التشخيص عشان الموضوع اللي قلت عليه كل سنة بتبقى فيه لجنة بنغير الجايدلاينز اللي هي الإحتياطات والأدواء اللي بتستعمل يعني أنتوا بتلاحظوا إن كنا مثلا زمن بنقول الدواء الفلاني وبينتشر وبعدين بقى بناخد الدواء الفلاني صح؟ الأحدث الأحدث يعني إحنا عشان إنه جابي هذا الكلام بنبقى الأحدث عشان ما بقاش فيه مقاومة لكن الأسف إن مثلا يعني مثلا يجي يقول لك إيه أنا تحسنت فأبطل كنت باخدوا القرس ثلاث مرات بيتداخدوا اتنين ويمكن ما خدوش كمان وبعدين الأهم من كده بقى إمتى دور الدكتور للأسف نمرة خمسة إزاي يعني أنا نهاردة جيت تعبت لأي سبب كان زوري واجعني وغير لآخره أول حاجة بعملها إيه نمرة واحد ولا حاجة أقول يمكن إيه يعدي ده كان أنا آسف على المقاطعة ده كان سؤالي لحضرتك هل المريض له علامات محددة لما تظهر عليه لازم يلجأ للمشهورة الطبية ولا في مرحلة كده انتقالية هو ممكن ينتظر فيها بالزبط حضرتك هو من خبرات يقولك إيه يعني دور حيعدي ما ياخدش حاجة نمرة اتنين يسحى تاني يوم تعبان يبتدي ياخد الحاجة اللي هو متعود عليها هو أصلا الشيء الفلاني بيريحني أنا عارف ان الدواء ده بيريح فبياخده ده نمرة اتنين نمرة ثلاثة بقى يزيد شوية يسأل بقى في المحيط اللي حواليه نمرة اربعة يعمل ايه يروح للصيدالي لما يزيد شوية نمرة خمسة الدكتور يروح للدكتور طبعا ده صح ده حضرتك فسرت يمكن سبب الانتشار دلوقتي او الى حد ما في بعض الاحيان بيبقى الكلام ده مظبوط بس نسبة ضئيلة جدا ضئيلة جدا اللي بتزبط معاهم لان احنا حتى احنا كالحكومة المصرية ردتك عدم كتابة ادوية الا بمناظرة المريض يعني انا يفرق ان انا اشوف المريض لانه انا ممكن جدا الموضوع بيبتدي مثلا انا النهاردة سحيد الصبح زوري بيجعني جيت على اخر اليوم ما حسيتش بحاجة مقاومتي انا مقاومتي انا كسبت الميكروب لا جيت اخر اليوم حرارة وكحة يبقى الميكروب اللي كسب مين يقدر يحدد هذا الكلام طبي من الافضل علشان ما يتفقمش طيب وبعدين انا برضو هبقى مصدر عدوى هل انا مصدر عدوى لا هيبتدي الطبيب برضو يحطني على لان مش كل يعني العلاج ادوية ايه احنا بنقول ايه الجسم السليم صحة السليمة في الجسم السليم لان في حاجات تانية يعني عوامل تانية متدخلة غير الادوية اه اللي هو الجو اللي حولي عدد ساعات النوم احنا بنقول الوقاية الوقاية دي تبتدي من ايه احنا دايما بنحب ان دايما نبقى عندنا وقاية خيره من العلاج يعني انا ابعد عن اولا عدم مخلطة المرضى احنا عندنا كتير قوي اماكن المزدحمة في المنصرات وفي الفصول وفي الشغل وفي كل حتة وبعدين العدات السيئة اللي هي التدخين وإحنا يعني للأسف مش قوي بنراعي نفس بعض في موضوع ده وبعدين التلوس اللي موجود كل دي عامل تتحكم اكتر حاجة بقى بتقدر هنا ان احنا ايه المريض ان هو بيبقى موجود مع الناس بقى واليومين دول بالذات الاطفال في المدارس يعني الناس هتحس بالكلام اللي اقوله ده هم اكتر ناس الحد ما اكتر ناس بيعيوا اكتر ناس بينقلوا المرض لأفراد الأسرة البيعي وفي فرد في الأسرة موجود بيعدي وذلك احنا بنقول اول حاجة طبعا بعد نما قلنا مثلا الرياضة والنوم كويس والتغذية السليمة وعدم استعمال آلات الغير ولا آخره ولازم يكون نبعد عن مثلا التدخين ولا آخره نرجع بقى ان العزل اول علاج نمبر ون في اي مرض في الدنيا ايه رست الراحة اول حاجة اول يعني اول حاجة بقولها المريض خاصة في الجهاز التنفسي العلي والسفلي بنقوله ايه الراحة هل المريض بيرتاح لا طيب بنقوله تنمى ونقبت عن الدخان والرغبارة والترابة هل هو بيعمل كده تنم عدد الساعات كذا 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 طيب نيجي بقى بعد كده للمرحلة التانية دخل هو مش حنقول مضعفات مضعفات دي خليها في الآخر دخل في مرحلة المرضية هل هو استشار فعلا نزيل محرك التفاضلات الطبيب طبيب لكن الاسراف في الأدوية زي بالزبط عدم استعمالها يعني الاسراف برضو في استعمال الأدوية ليه بقى انا النهاردة عندي مريض لو انا ادت له الأدوية وادت له كل العلاج 100% هو هيتعود على ذلك يعني جسمه خلاص انا لغيت المقاومة الطبيعية بتاع الاسمو انا مش هقول ان انا هتديله حاجة نقصة لكن انا هتديله أدوية بس في نفس الوقت اساعده برضو ان مقاومته تشتغل معايا يعني اذا كان دي 70% بقى دي 30% والمرة الجاية هتبقى مقاومته 50% بعد كده هتبقى عنده المقاومة تماما بحيث ان هو يبقى مش كل مرة مضطر ان انا اديله كم هذا الأدوية طيب حضرتك بمناسبة الأدوية لما المريض نقول ان هو هيعمله المرضى هيعمله اللي عليهم واول ما يستشعروا وجود أعراض ولو طفيفة يلجأوا الى الاختيار رقم واحد وهو المشهورة الطبية ما يبقاش نمرة خمسة زي ما احنا شرحنا هل الطبيب بيبقى عامل حساب المستقبل في الرشدة العلاجية بتاعته بعد فحص المريض ولا بيبقى العلاج بحسب الحالة في الوقت الحالي او في اللحظة الحالية اكيد زي ما حالك تفضلت لا فعلا بحسب الحالة اللي موجودة دلوقتي خاصة اذا كان بقى الطبيب ده هو هو عنده علم هو ده ياخد الهيستوري كله عنده علم بحالة هذا المريض قبل كده مش كل مش كل مريض يعني مثلا لا هيجي مثلا دور زي ما حالك بتقول برد لشخص غير الدور برد تاني لشخص أزمتك غير الشخص اللي عنده سكر بتاعه ضغط عليين شخص عنده ربه شخص عنده سكر شخص عنده الدكتور احنا بناخد المريض كباكدش مش انا اروح انا كأنفو اذن اروح معالج الحتة دي اللي انا لا طب انا ممكن ايه اجي علجه وابوز حتة تانية يعني انا مثلا انا احنا مثلا الكورتزون من الادوية اللي بتخوف الناس معنا هو بيساعدنا فبعض الاحيان بيكون مرحلة تانية او تالتة اجي الجأ ليها يكون المريض دي عنده سكر اعلي السكر بتاعه اذا انا ايه برضو لازم يبقى فيه المريض دي باخده كباكدش مراعالك للظروف المحيطة بالظروف المحيطة الباكدش طبعا لسنه والنوع في ميل او ميل والحالة المرضية اللي موجودة قدامي وطبعا في نفس الوقت براعي المستقبل بتاعه بس ده لسلزم حاجة بقا السلزم ان برضو متابعة من المريض يعني زي ما قلنا احنا ايه الجايد لانز دي مش ريسبكتد ان هو اللي هو يسمع كلام الطبيب في الكلام اللي حيقوله يعني مثلا هو حيقوله على الأدوية وحيقوله على حاجات تانية حيقوله على راحة سواء الدفية مثلا اه وحيقوله على الأكل وحيقوله على حاجات تانية برضو يعني هو يريطي رعيها برضو اذا كان مثلا مش كلها طيب نخلينا ايه لازم نتوقف عن ده دلوقتي اه نتوقف ويكون برضو عندنا احنا الحتة اللي هي الثقافية دي اه ان برضو نساعد الدكتور في النقطة دي ودي مهمة جدا 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 اه وبعدين في عدد بقى احنا يعني مثلا ايه عاوزين نتكلم شوية ايه بقى اللي ميخلي الموضوع ده منتشر اه والذات في دخول الفصول اه اول حاجة اول حاجة تغيير درجة الحرارة اه احنا عايزين دايما تخلي بالنا من النقطة دي يعني انت نهاردة بتاخد دوش وتخرج في جو مختلف عن نين اللي انت كنت موجود فيه اللي بيحصل دروب في المناعة وقتي بالصدفة يكون فيه مايكروب انت تعرضتله بالصدفة قعدت مع حد عنده المرض وحصل الدروب دي اوكي هيجيلك المرض وحيبتدي تطير الاعراض طيب ابتديت انت علاج اوكي احملت فيه دخلنا في مضاعفات يعني مثلا الواحد جالي النهاردة زوروا بيوجع تاني تاني وثلاث يوم ما اخدش حاجة ابتدي يكح ابتدي يقول انا بقى جيلي صداع ابتدي يرشح دخلنا في في النقطة دي في مضاعفات بقى الحالة المرضية الاولية خالص اه طيب يبقى يبقى احنا احنا بنراعي هذا الكلام ومنتابع الدكتور يعني الدكتور بيقول لي اه انت النهاردة مثلا عندك التهاب في الحلق كويس هيديك المشورة طيب وحيقول لك اذا حصل بقى كذا هتاخد كذا هتعمل كذا وازا حصل كذا برضو نراعي كذا الدكتور وفي نفس الوقت المريض ايوا وطبعا حارك دكتور محمد به يعني السيد اللي عارفين في الكلام ده يعني حدرك برضو من النوع بتراعي ذلك انا عارف طيب احنا احنا دلوقتي عايزين نرجع برضو ونسأل الأسئلة اللي بيسألوها الناس في البيت وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي عشان هنطلع لفاصل وهنجوع على السؤال اللي هقوله ده بعد الفاصل ليه دلوقتي في هذا الدور المرضي تحديدا اللي انتشر الفترة الأخيرة ده بقى فيه اختيارات من حضراتكم في تخصص حضرتك الدقيق ان بقى فيه اختيارات ان البدء في العلاج بالمضادات الحيوية رغم ان فيه مرضى ما بيسجلوش ارتفاع في درجة الحرارة فايه فلسفة الخطوة العلاجية دي وهل فعلا المريض حتى لو ما عندوش حرارة هو بيكون محتاج لانه ياخد مضادة حيوي والمضادة الحيوي ده بيأخذ على اي اساس يعني اختيارنا له اختيار حضرتك قصدي له بيكون على اي اساس هذه الاسئلة او هذا الاطار هنستكمل فيه حوارنا مع حضرتك بس هنخرج لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا يحكى ان ما زال متواصل اهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى ان واللي خصصناها للحديث عن دور البرد او دور المرضي المنتشر جدا جدا الفترة اللي فاتت واللي منورنا النهاردة في هذه الحلقة الاستاذ الدكتور ماجد بهجت استاذ امراض الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني اتكلمنا في الجزء الاول عن حاجات كتيرة كلها مفيدة ممكن حضرتكم ترجعوا ليها على وسائل التواصل في حال اذا ما كنتوش حضرتوا الحلقة من اولها وكنا قبل الفاصل توقفنا مع الدكتور ماجد في سؤال بيسألوا ناس كتير قوي من اللي مروا بهذه التجربة او حتى من اللي حواليهم مروا به وهو عن دور المضادات الحيوية رغم انه في بعض المرضى لم تسجل عندهم ارتفاع في درجات الحرارة ورغم كده بيكون الاختيار الطبي او العلاجي من الاسادزة الدكترة اللي بيعالجوا المرضى زي الاستاذ دكتور ماجد بهجت كده انه بيكون بداية العلاج بالمضاد الحيوي ده بيكون فلسفته ايه عندكم يا دكتور ماجد محركة طرقت نقطة مهمة جدا 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 في طرق وصوبة والألالاج اغلب امراض الجهاز ترفوسي العلوي والسفلي تبتدي بفيروس ايوه وبعدين بعد كده بتقلب لبكتيريا لبكتيريا بالزبط ايوه فلازم الدكتور يحدد لانه اذا كان فقط فيروس المضادة حيوي مش حيبقه دور مش حيبقه دور واذا كان اتنقل لسكن استاذ انها بقت كده هيبقى المضادة حيوي ليه دور فعال يبقى ده اول حاجة الدكتور بيحدد مع المريض استعمال المضادة حيوي طب هو الدكتور بيحدد بناء على الأعراض ولا الأعراض والكشف الطبي ولا التاريخ المرضي ولا ايه بالظبط بالزبط التاريخ المرضي والأعراض والكشف التلاث مع بعض بيحددوله طبعاً فيه حاجات بتبقى واضحة يعني بتبقى واضحة إنه ده فيروس وإنه وده ما لوش علاقة بالحرارة يعني برضو الفيروس ممكن يكون إحنا أغلب أكتر حاجة بنفرق يعني أقول لكلال الدكاترة كمان يهرف إزاي المفيروس من بكتيريا إنه هو لما بياخد الدواء والحرارة بتنزل بين الأتاكس قبل ما يجيله الدور تاني بيبقى العين أكتف كويس ورايح وجاي يقول أنا أفتكر نفسه إيه بقى كويس ده في حالات الفيروس في حالات البكتيريا حتى والحرارة نزلت بيبقى العين شوية أضعف لسه متأثرة وفي حالة ضعف يعني عنده هزال أو عنده ضعف عام مش زي عنده فيروس يعني ده نقطة مهمة جداً في التفرق على فكرة خاصة في الأطفال برضو لقي الطفل يعني حرارته تسعة وتلاتين ونص ورايح جاي ورايح جاي والطفل التاني ثمانية وتلاتين ولكن مسكين يعني همدان كده همدان وملوش شهية في الأكل والآخر فدي من ضمن طبعاً خبرات الدكتور طبعاً ودي نقطة فعلاً يديرة بالمعرفة يعني لكن برضو لو الدكتور ابتدالك أنتباطك بلاش إن إحنا إيه نقاوح يعني تقول لك أنا لا لا بلاش أنت إيه رأي حضرتك يا دكتور يعني في نوعية المرضى اللي يقول لحضرتك أصلاً ما بحبش اللي أنتباطك أو ما بحبش المضادات الحيوية يعني حضرتك بقى يعني كقيمة كبيرة بترد تقول إيه يعني لا نسأل جداً حرارك لازم يكون عندك وسيلة إقناع أيوة إقناع لي بس مرغي ما تخوفه بكلنا ما بنحبش الأدوية بس هو المسألة لازم نقوله إحنا محدش بيحب أنا أنا من دوع أوصف أدوية على قد على قد الأد يعني ولكن إنت حريك بتكلمه بالمنطق إن إنت عندك كذا 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 وممكن يوصل لكذا كذا كذا أيوة يحصل تفاقم لقدر الله لما إنت أغلب الناس زي ما حريك بتقول أول لما بيلاقي هذا الكلام منطقي لما بيلاقي الدكتور يعني كلام منطقي بيغتنى بمقاسل طبعاً بس يدي بتظهر أكتر في موضوع بقى الكورتزون أكتر في تخوف الكورتزون ده وسيء السمعة جداً سيء السمعة لكن هو مع إنه سحري يعني سعابي بقى سحر يعني كان ممكن حالك يعني ساعاتي بقى سحر تقصد دي برضو أكتر من الأنتباتك الكورتزون يعني يمكن يتقبل الأنتباتك لكن في ناس لكن أنا بقول له لا مدام الدكتور وصفه لك يبقى إذا هناك احتياج طبي آه احتياج طبي لكن لازم ما أشوف حضرتك الدكتور برضو مش لازم يخصب على العيان حاجة صح هو مش مقتنع بيها يعني أنا أنا النهاردة جالي مثلاً واحد عنده التاب في اللوزيتين لو جيت قلت له هتاخد علاج وحناعمل عملية هو هيستغرب كويس؟ ده يا دكتور دي جبتي مرة واحدة لكن لما العيان ده يجي لي كل شهر مرتين على مدى السنة وبيتجي له اللوز دي كذا يوم ما هقول له هتعمل عملية؟ إن إحنا مثلاً يعني ده مثل يعني هتعمل عملية؟ هو نفسه هيبقى وقتنع ساعتها صح إذن فيه وسيلة للإقناع لما هو قبل كده هو تعب وكت أقيله على مضاد دحاوي وهو ما أخدوش وبعدين جالي بعديها في الاستشارة جالوا مضاعفات بقى نزل على سيدرو بتاعه فابتدأ أنت يوتك المرة الجاية لما أنا حقوله على حاجة هو هيقتنع بيها هيسمعك لأنه هو المرة الفاتت حصل كذا 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 والعكس بالعكس برضو إذا أنا لقاني أنا ديته أدوية هي شكلها يعني مبالغ فيها وهو الدور ده كان بيجي له قبل كده وكان مجرد مسكنات ومضادات الاستميم بتضيع الرشح والألم يعني ممكن فعلاً يستغرب بيقتنع إذن إيه إحنا الأسلوب العلمي الناس كلها بتقتنع بيه يعني وإحنا إحنا برضو عندنا نقطة عندنا في مصر مصر ننفرد بيها أنت ممكن تخش الأجزاخانة تشتريع أي داوة آه طبعاً ودي نقطة ودي نقطة أي داوة نتمنى أن ده تيصل تشريع بقى ودي نقطة زي باقي الدول يعني وباقي الدول العالم دي كلها مش عاملين ده يعني بيغلسوا على المرضى لا 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 بيبقى عايز رشدة وعايز من طبيب وعايز 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 علشان يصرف أي داوة إلا الأدوية اللي هي المسكنات والحاجات البسيطة لكن الحقيقة إحنا عندنا دي نقطة مهمة جداً بيحصل إحنا بنقول عليه أبيوس إنه سوء الاستخدام أو الإفراط في الاستخدام إفراط في الاستخدام مما يؤدي إلى نقص الفاعلية جداً الحقيقة والرزيستنس دلوقتي تبقى عالية يعني فيه أدوية بتلاقيها في كل بيت وفيه ناس أول لما بيحصل حاجة بيبتدوا هما الأدوية كده من نفسهم أو يروح للصيدالي والصيدالي طبعاً عايز مش هقول عايز يبيع عايز قدامه يخف على الأقل يعني وفي بعض الأحيان دي بتبقى فيها مشكلة يعني حد يحرك مثلاً يروح للصيدالي ودنه بتوجعه طيب ودنه بتوجعه دي ممكن يكون فيها مش من الودن أصلاً أنواع كتيرة أو من التشخيص أصلاً هي مش من الودن يعني العصاب تاعة الودن دي مرتبطة مع يكون من درسه أو من زوره طيب أو من الجيوب الأنفين ممكن طيب هنقول لأنها من ودنه وفيه إنفكشن إنفكشن كزا نوع أشهر اثنين يا بكتيريال يا إما فانجس طيب إذا كان هو حددله نقط يا بكتيريا يا فطر بالزبط إذا هو إداله إداله نقط ضد البكتيريا وهو عنده فطر هيزيد والعكس بالعكس والعكس صحيح والعكس بالعكس مثلاً كمان عنده كحة حددله ده كحة إذا كان كحة اللي عنده دي فيها بالغة موبروديكتف والداله دواء يعني يوقف الكحة هيحبس البلغم جوه وسدره وهيخش فيه التهاب شعب والتهاب والعكس بالعكس إذا كانت كحة دي ما فيهاش بلغم ولا حاجة مجرد حسية أو الأخروف وإداله حاجة تطرد البلغم هيقعد كح كح يجيلي بعد ثلاث يام صوته رايح كده هو لأنه ده وكححه وما فيش حاجة جوه لكن طب نعمل إيه لأ أنت النهار ده مثلاً سيء أنه مثلاً عنده التهاب في السدر وفيه بلغم إحنا بنراعي أن الدواء يكون فيه ثلاث حاجات أول حاجة حاجة موسعة للشعب نمرة اثنين حاجة تسيح البلغم نمرة ترده يعني لأنه دي ثلاثة ستيبس نوسع ونسيحه وبعدين نترده ده الكلام ده هيبقى أكتر للدكتور تخصصه وفيه نقطة هنا أحب أقولها برضو لازم الدكتور يعرف إمتى يتوقف حقول إزاي يعني يعني أنا مثلاً دكتور وبعالج حد من مثلاً من زوره الولد ده أو الطفل ده بيجي له لازم تكررها وأنا عمال أعالجه ابتدى يخش في مشاكل بقى من التهاب الوزاتين لأ يبتدي بقى دكتور الأطفال مثلاً يقول له لأ إنت روح شوف بتاع أنفوز الحمد أنا بعالج مريض من مرارة وهو مش ابتدى يحصل له حصاوي لأ أنا أقف هنا وقول له روح شوف دكتور أخصائي عشان إنت دلوقتي عندك حصاوي دي مش هينفع مثلاً مع علاج لازم لازم أنا إيه ودكتور الأنفوز إنت الدكتور يعرف يتوقف أو إنت أنه هو ينقل العلاج أو المساري العلاجي للمريض إلى تخصص آخر إلى تخصص آخر جائز المريض ده عنده حاجة موضعية يعني مثلاً في الأطفال يكون عنده لحمية وهو بيشتكي على طول من انسداد وإحنا عاملين إبتدت لحمية تكبر وابتدت توصل لودان وابتد يحصل الارتشاح وابتد الولد ما بيقاش يسمع طيب إنت عمال بتكمل في الدواء وده نقطة مهمة إن إحنا دايماً بنحاول إنه الأطفال من سن 2 ل 6 سنين ده ده الفترة مهمة جداً في الاستيعاد يعني إذا سمع 50% حيستوع 50% وإذا سمع 70% وهكذا فإحنا بنشتغل على 100% إذا إذا أنت من الأفضل طيب طيب تروح شوف خصائي أذن شوف هل أنا يعني هتوقف هنا وشوف هو بقى إيه هو يكمل بقى المصار العلاج المصار للعلاج بتاعه المزبوط طيب في الدور يا دكتور ماجد اللي ماشي دلوقتي ده ناس برضو أنا بسأل بالنيابة عنهم إمتى نتوقع التحسن وفي حاجة تانية أحياناً بتبقى الفترة المرضية أوس دي فترة التناول الدواء انتهت ولكن هناك بعض الأعراض لسه متبقية فيبقى أولاً إمتى نتوقع التحسن يعني يعني إحنا مثلاً هنبدأ العلاج النهاردة هبتدي أتوقع التحسن إمتى والتحسن ده هيكون في شكل إيه وإيه من الأعراض اللي مفيش توتر كبير منها في حال بقاءة عارق برضو تفضلت يعني عشان دكتوره فاهم كويس كلمة أعراض دي إحنا في الحالة دي بالذات إحنا منعالج أعراض وليست أمراض يعني عشان يعني المريض لما يجيلي ما يلاقش قوي لأنه هو طبعاً في دماغه حاجات أكبر أيها أنا فاهم نفسية العيان إيه ده ده يكونش كذا يكونش مرض كذا لا إحنا منعالج أعراض في الأدوار دي اللي موجود دلوقتي ده في الدردان الحالي ده كحة بلغم كل ده من حسن الحظ إن التلت تربع أو يمكن تسعين في المئة منها بإسمها سيلف ليمتينج ديزيز يعني إيه بنوال ل ثلاثة ديز كمينج ثلاثة ديز ثلاثة ديز يعني ثلاثة ديز بتيدي وتتمكن ثلاثة ديزيز وتقعد وتلاثة ديزيز وتروح أغلبها وسيلف ليمتينج دي يعني إيه يعني بتلم نفسها يعني أنا مش هقول وحبقى كويس بالتغذية وبالراحة وهو الأخر والأدوية بتبقى عامل مساعد بدل ما تقعب معي تسع عشر تيام أو أسبوعين يقعب معي تراثة أربعة تيام وتحسن وهو الأخر التحسن بقى بييجي على نوعية نوعية المايكروب ومدى يعني تغلقله لأنه إحنا عندنا الفيروسات يعني مئة الألاف والباتيريا أنواع كتير جدا كل واحد بقى على حسب هو العدوى بتاعته إيه أغلب الموجود العادية اللي هي الإنفلونزة العادية اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي ودي بيبقى التحسن تقريبا خلال قد وبيبقى التحسن زي ما قلنا بداية التحسن ممكن خلال أسبوع خلال أسبوع أو أقل من أسبوع أو أقل من أسبوع ولذلك إحنا بنقول إيه يقول لك عنده حساسية إحنا بنقول إمتى يكون عنده الحسياء كذا نوع منها المايلد البسيطة طفيفة والمتوسطة والشديدة بنقول عليها إمتى لو بتقعد في الأسبوع أقل من أربعة أيام وفي المجمع المتوسط أقل من أربعة سبيعة دي بتبقى اللي هي البسيطة إذا كانت بتقعد أكتر من أربعة يام في الأسبوع وأكتر من أربع أسابيع على مدى السنة السنة المريض اللي عنده سكر المريض اللي عنده ربه غير اللي عنده رب صح والذلك الفترة بتقعد أكتر طبعا مرض السكر بتزيد عندهم شوية مدة الألاك بنراعي هذا وبيبقى أكتر عنده أكتر شوية لفترة المرض ولذلك بقول إيه إن إحنا برضو بنعالج كله مع بعضه يعني 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 مثلا قبل ما يخش على المضعفات قبل ما يخش على المضعفات لازم نعمل حسابنا على على المصار اللي هيبع عليه المريض في الأهم اللي جاء يعني أنا بابع عارف المريض ده اللي عنده ده هيقلب على كذا إيه بالزبط كذا هيقلب على كذا إذن أنا برضو زي ما حرجت فترت من شوية قلت إيه إن أنا بشوف في المستقبل إيه اللي ممكن يحصل وأنا أحطط ليه وراعي ده في خطة العلاج وراعي ده في خطة العلاج وخطة العلاج يا ريتنا اللي تزم بيها برضو والمتابعة مهمة صحيح والمتابعة مهمة طيب هنتكلم بقى على المتابعة وهنتكلم برضو على الأعراض اللي بتستمر بعد كده بس هنطلع أستاذ حداك هنطلع للفاصل الثاني في حلقتنا النهاردة يحكى أنا مازال متواصل خليكم معنا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا وضفنا العزيز الكريم فيها الأستاذ الدكتور ماجد بهجت أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني دكتور ماجد كنا توقفنا عند أنه التحسن من الدور اللي موجود حالياً ده بيختلف بحسب عوامل كتيرة منها الحالة المرضية اللي عند المريض نفسه إذا كان عنده أي أمراض أخرى ولا لأ السلوك بتاع المريض خاصة إذا كان مدخن مثلاً أو بيتعرض لتدخين أو بيتعرض لأماكن مزدحمة وأخيراً كفاءة الخطة العلاجية من البداية أن يكون الطبيب اللي عاين أو ناظر المريض عمل حسابه على إحاطة هذا المرض بكل ما يلزم من العلاج من البداية السؤال بقى دلوقتي بحضرتك الدور ده تحديداً من الملاحظات التي لا لبس فيها أنه بيبقى فيه بعض الأعراض بتستمر يعني بمعنى آخر بتخلص فترة علاج الأدوية وتلاقي حضرتك المريض يرجع لك يقولك أنا خلصت العلاج يا دكتور وحاسس أن أنا أحسن بس مثلاً عندي كحة أو عندي لسه مثلاً إحساس بزيادة الإفرازات في الأنف مثلاً يعني هل ده صحيح ولا لأ؟ يعني ده ما يدلش مثلاً على عدم كفاءة العلاج مثلاً ولا لأ؟ وثانياً إيه من الأعراض دي في حال وجودها؟ يعني بنتصرف إزاي؟ إمتا بنقلق؟ إمتا نقوله لأ في حال ده لازم نرجع تاني للعلاج من قوله جديد وهكذا؟ تمام زي ما حرجت تفضلت كلام ده مهم جداً في هنا قاعدة ذهبية بنقول عليه كاميران تيمز يعني إيه مثلاً؟ أنا النهاردة ما هو شائع هو شائع أنا النهاردة ما نمتش كويس وصحيت عندي صدع ما أقولش إيه ده هو أنا عندي ورن في المخ لا خلاص يعني أنت المرض الموجود ده ده هنعتبره برد يتروح شديد بقى شديد وهو إلى آخره طيب ليه بقى في بعض إذا كانت تفضلت ليه بيستمر دي بقى مهمة الدكتور هل في حاجة موضعية وحد دي لها مثلاً هي المخلية كده مثلاً المريض اللي هو بتاع الرشح واللي عنده سداد وصداع على طول ده الدكتور يقدر هل في الكشف مثلاً عنده حاجة مشكلة جوه هل في لحمية مثلاً في حاجة اسمها انحراف الحاجز الأنفي عنده حاجة موضعية مخلية ده موضع ده مطول معاً إذن أنا أعالجها علشان دي هي سبب الاستمرار صح هي دي سبب الاستمرار يعني الطفل العالطول مخنوق مخنوق وزوره ومقفوله وبيجيله أدوار كتير جداً هل هو عنده حاجة موضعية هي دي لو اتحلت زي مثلاً زي مقول في الأطفال كمان اللحمية مثلاً هل دي إذا اتعملت فعلاً وكانت حاجمها تستهل الإجراء الجراحي هل ويخف بعد كده خالص يبقى ديني منه واحد النقطة طيب هل المريض ده عنده حاجة بتستدعي ذلك زي مثلاً 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 أوكيبيشنال رجل اللي بيشتغل في حتة مهنياً مثلاً هو مهنياً متعرض على طول لكاميكالز لعوادم أو لموات كيميائية أو لروائح كيميائية أنا بقوله أنت طول ما بتتعرض لهذا أنت على طول عندك هتفضل عندك هذه الأعراض هتفضل عندك هذه الأعراض صحيح يعني فدي نقطة طبعاً مهمة جداً إن هو يبقى يمنع السبب أصلاً إذا كان بقول السبب موضعي أو يكون سبب مهني أو يعني مثلاً في حاجات كتير للمنطقة دي بتعمل حاسيات اللي هي البولينز وال وال اللي هو حبوب اللقاح والأطربة والغبار والحاجات من ضمن الحاجات اللي احنا بنع الحيانوات الأليفة برضو نوعية الأكل المريض هو نفسه بيبقى عارف الأكل الفلاني ده بيعمله وكذا وفي بعض الأحيان ملابس وتغيير درجة حرارة برضو المريض بيساعد الطبيب للنقطة دي وانا ممكن نسأل حديك على حاجة في الأكل يا دكتور ماجد يعني حاجة تاريخياً بس الناس بتتناقلها وفعلاً اختلفت التفسيرات فيها الطبية يعني في موضوع الأكل بالتحديد في مسألة نزلات البرد وأكل الأسماك والبيض والألبان والحاجات دي كلها حكاية إنها بتظهر البرد ولا هي بتوفاقم الحالة ولا هي بتظهر الحساسية ولا إيه بالزبط يعني هو بيقول فرصة يعني إن إحنا نقفل هذا الملف فيه فيه أنواع من الأكل بتزود الحساسية فعلاً فيه أنواع ومنها زي ما حاليك قلت الأسماك والتوابل الشديدة كمان يعني مثلاً إحنا عندنا برضو يعني عادة نحب الحاجات السبايسي الحرقة والشطة والآخر وطبعاً دي في المنطقة دي بتبقى شوية مضرة والمريض عنده المشكلة وبعدين فيه مرضى بيبقى عندهم فعلاً بتزود لهم الحساسية زي حاليك قلت مثلاً الفراهولة أو بيض أو الأخم فيه أنواع فعلاً يعني الحاجات دي المريض يتجنبها فعلاً وهو مريض يتجنبها وهو بيبقى عارف هو بيبقى عارف أكتر إن التعرض لكذا سواء كان أكل أو تراب أو غبار أو روائح معينة يعني أصل مسبابات الحساسية كتيرة كتيرة جداً جداً من ضمنها الأكل لكن الغبار والتراب يعني مثلاً إنما هي تظهر الأعراض ولكن لا تفاقم الحالة بنراعي دايماً دايماً الفراهولة وتغيير البعد يعني عن الأتربة ومن ضمن الحاجات كمين تعمل حسية الفراش الحشرات الحشرات اللي نحن نشوفها نحن نشوفها نحن نشوفها يعني غسيل المخدات والميلايات دي برضو مهمة والسيارات نحن نقضي في المواصلات فترة طويلة جداً برضو نراعي الزحمة هو الأخرو وتغيير درقة واللي بتعاد بقى عن المصادر دي كلها اللي فيها أتربة وأتخنة على قدر المستطاع طبعاً على قدر المستطاع آه تمام نخشي بعد كده بقى حالك إيه كنت متدرج لل احنا قلنا الأعراض وبنعالج الأعراض وازاي المضاعفات بقى أيوة أنا كان سؤالي عن المضاعفات وده السؤال التالي بالزرع الناس ما تخافش يعني الأدوار اللي المشه دي اعتبروا زي ما قلنا برد تمام ووسائل في ليميتنج وبيلم نفسه وبيخف ومساعدة الأدوار الحمد لله آه إلقى المضاعفات اللي ممكن تحصل إحنا دايماً بنبقى عاملين حسابها اللي هي بتؤدي اللي إحنا بقى حنزود شوية درجة العلاج آه يعني إذا كان الطبيب شايف إن هذا المريض محتاج إن هو يعلي إحنا بندي بندي مثلا الجرعة آه الجرعة دي بنشوف بنرجع وتاني يا إما العيان في ظرف الأسبوع بالضبط آه لو زادت درجة المرض بنعلي الجرعة آه إذا قلت درجة المرض حتى بنقص الجرعة طيب بنعلي عالية كمان معي بنبتدي نعزل المريض بعد كده بنلجأ بقى لإيه لإنه تعزل في مستشفى آه إذا إذا الدكتور شاف إنه ده المريض ده محتاج إنه يخش مستشفى عشان ما يوصلش للأعراض دي للمرحلة دي أو للمرحلة دي ده من الأفضل يعني يعني دايما لو المريض الطبيب فكر في عزل المريض ده للمستشفى يبتدي يفكر يعني يتخذ هذه الخطة وبيبقى ده لصالح المريض ولصالح من حول بيبقى لصالح المريض مش كل واحد إنه ما ده ما بيحصلش في العادي أو في الاعتياج دي الحالات الندرة حالات الندرة جدا إحنا بنتكلم إحنا ما عندناش الحمد لله أعراض وأغلب المرضى دولت أغلبهم كلهم بيتحسن جدا 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 مع العلاج والدور اللي حريكي أنا ما بنتكلم عليه النهاردة ده ده دور عادي جدا وبرد هنقال عني فلوانزا كده في بقى حاجات تانية بنعملها بقى هل مثلا اللقاحات والفكسين هل مفيد أنا بتسئل السؤال ده على طول طبعا أخذ الفكسين شوف حريك الفكسين ده ضد مثلا مية من الايه من الفيروسات والفيروسات دولت رتوبية لو طلع الفكسين ده اللي حيجيلي تلع المايكروب ده من ضمن المية حيجبني إذا ما طلعش من ضمن المية حيجيلي بس بطريقة مخففة مخففة بالظبط يعني يعني هو حيجي خلاص أنا ما أخذش بالفكسين ليه ده بره الفكسينات المهمة لا في فكسينات الأطفال دي مهمة طبعا دي مفاش مش هتنقش فيها دي مهم أنا بتكلم الفكسين بتاع الأنفلوانزا بتاع الأنفلوانزا مصل الأنفلوانزا هل أخده ولا أخدهوش هو ده الكلام طيب عايزة أسأل حداك سؤال معلش يا دكتور بهونسبة المصل لأنه أنا محمل بهذا السؤال والله يعني أمان أن أنا لازم أسأله لحضرتك فيه ناس كتير قوي قوي عندهم ما يشبه اليقين أنه بعد ما أخدنا التطعيمات الخاصة بالكورونا أصبحت الحالات المرادية دي لما بتصبنا بتصبنا بشكل أكثر شراسة فهل دي تصورات خاطئة أو إشعاعات ولا دي حقيقة ولا إيه بالزبط لا شك إن هي ملهاش برامتر معين ملهاش من القياس ملهاش من القياس بالمرة فيه ناس أخدوا الكورونا كذا مرة وخفوا وبدون التطعيمات تطعيمات وبدون مضعفات مستمرة وإحنا قرينا كتير قوي في البيروديكس يعني أنه فيه ناس أخدوا الكورونا وثبت عندهم أثر ثبت عندهم أثر في جسمه أنا مش هخوف الناس لكن خلاص فيه بقى حاجات مع الكورونا بس بتستمر يعني مثلا ضعف الشام ده بيرجع بيتحسن يعني فيه ناس بيقلقوا منه سرعة ضربات القلب أو مثلا ارتفاع الحرارة أو الكحة اللي بتقعد شهور كل دي مش من المضعفات المستمرة لكن هو فيه فعلا بس ما لهاش علاقة بالفاكسينات هم يعني فيه دلوقتي دي بيت إن هل الفاكسين فعلا فاد العينين بتوع الكورونا ولا لأ ولا لأ بزي يعني هو الجدل المصارحة حول جدوى الفاكسين الخاص بالكورونا جدوى الفاكسين من الأساس آه ده أساسا إنما فكرة إن الفاكسينات أو قصدي الأمصال اللي هي تطعيمات الكورونا كان بقى مع اختلاف الشركات واختلاف الجرعات فكرة أسأنا بقول لحد ذلك ده بناء على كلام ناس كتيرة قوي يعني بغض النظر عن اقتناعنا دي أو عدمه إحنا الأمانة تقتضي إن إحنا لازم نطرح هذا الأمر مع العلماء اللي زي حضرتك إحنا شوفنا ناس أخذوا التطعيمات وجالهم أكتر من مرة ده أنا أنا كمان اللي كنا باستغرب له والدكاترة اللي سمعيني ناس ما خرجش من بيته التلاتة شهر وجاله كورونا وجاله كورونا جونا وناس تانين زي المخلطين الدكاترة مخلطين يعني لم يصب بيها لم يصب بيها كويس طيب هتقول لي إيه هو علاج الكورونا اللي هو علاج كورونا لغاية دلوقتي ما ما استنفذوش منه حاجة ممكن في المستقبل أو دلوقتي بتكون وإحنا قاعدين دلوقتي حاجة بتتعامل حاجة تكتشف تكتشف وحتوصل في يوم الأيام لكن إحنا عندنا حاجات مثلا بقالها سنين طويلة زي الإيدس آه يعني لغاية النهاردة آه إحنا معرفناش يعني نقضي عليه بالذك وفي حاجة تانية قادينة عليها زي بارسي مثلا قادينة عليه صحيح طيب إذن ما تقدرش حالك تحط الكورونا في أنهي كاتيجوري دلوقتي يعني المرضى أنا بقول لي بأطرح هذا الموضوع يعني المرضى اللي بيعانوا من الدور الأنف الوانزة المنتشر حاليا يستحسن ما يربطوش ده زهنيا بالمرة بالظبط لأنه ده لما أقول لها حددك ده مش عايزة بالغ بس بقى في شبه إجماع على اللي أنا بقوله ده وأنا الحقيقة لما بتسيل نفس السؤال بقولهم جماعة ما فيش سند علمي للي أنتوا بتقولوه ما فيش سند علمي إحنا من بعد ما أخدنا التطايمات ما كناش بنعي بهذه الدراوة ما كناش بنعي بهذه الدرجة طبيعة النفس البشرية أيوة طب إحنا طبيعتنا هنعيش كده هنعيش كده أنا جالي كذا أنا أسكنت أخدت أنا ده إيه أنا من ساعة ما رجلك كسرت من عشر سنين وأنا ما ممشيش كويس من يوم ما شلت اللوز وأنا بيجيلي كذا وعياء بالظبط معلش دي طبيعة النفس البشرية أيوة أنا بقول ده علشان الناس نخفف على نفسها بس الأوهام والاعتقادات لأن لسه حداك بتطمننا الله وأكبر ده دور عادي دور برد وأدوات العلاج الخاصة به سهلة ومتاحة وبيروح دي بتبتدي من لا علاج أيوة من لا علاج أيوة وتقوية المناعة صحيح وزي ما قلنا بس شوية رياضة نوم كويس التغذية وكذا ونعالج على قد المرض صحيح يعني جدء رشح بنده حاجة للرشح صحيح علاج الأعراض علاج إحنا منعالج أعراض وليست أمراض أيوة بالظبط كده بالظبط كده يعني الاطمئنان اللي حضاك طمنتنا بي دلوقتي ده ويعني شيء جميل والتنوير اللي حضرتك عملته معانا خلال هذه الساعة شيء أجمل وإحنا بنشكر حضرتك جدا والوقت فات بسرعة ولكن سيبقى أثر هذا الحديث سيبقى أثر هذه الحلقة كل اللي شافوها وكل اللي تابعوها أكيد استفادوا منها بشكل أو بآخر وأنا بدعوهم أنهم ينقلوا هذه الاستفادة إلى غيرهم ادخلوا يا جماعة على وسائل التواصل عيدوا عرض هذه الحلقة ابعتوها لأريبكم والحبيبكم علشان مهم ما قوي مش أن إحنا يجلنا مرض ونتعالج مهم أن إحنا نفهم نفهم المرض ده ملابساته إيه وده يمكن يخلينا نتخلص من حالة الجفاء اللي ما بين بعض المرضى وبعض الأطباء لما المرضى يعودوا يقولوا الدكاترة بتهول والدكاترة بتزود الكلام الدكاترة ما بيعملوش كده الدكاترة بيشرحوا وبيفسروا وبيعالجوا وبينوروا وبيفهموا علشان كده اللي بيفهم بيستريح صحي كده؟ تمام أتمنى يا رب الشفاء وكامل العفية لكل اللي بيسمعونا واللي ما بيسمعوناش وفي نهاية حلقتنا بنشكر خالص الشكر للأستاذ دكتور ماجد بهجت أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العين نورتنا يا دكتور ويعني وربنا ما يحرمنا دايما من زيارتك وإن شاء الله كده دايما نلتقي في كل ما هو ينفع الناس بإذن الله أنا بشكر حضرتك وأتمنى الشفاء للجميع اللهم أمين يا رب إن شاء الله ربنا يعدي كل الأمراض بالشفاء اللهم أمين يا رب بشكركم وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي سلام عليكم